السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنرى ميثود جديدة في الكورة كونتابيليتي اناليتيك لأنه نرى من قبل الميثود ديكو كومبلي ونرى الميثود ديكو فغيابل وفي هذا الدرس سنعرف على الميثود ديكو كومبلي السؤال اللي ممكن تسترح هو علاش كنخدمه بمختلف الميثود بالنسبة للكونتابيليتي اناليتيك بمعنى آخر علاش مكيناش واحد الميثود معينة الجواب أنه سواء الميثود ديكو كومبلي أو لا الميثود ديكو فغيابل أو لا الميثود ديكو فغيابل كل الميثود والمميزات ديلها وكذلك العيوب ديلها يعني كل الميثود عندها لبوان فور وكذلك كنلقوا فيها لزان كونفينيون والأمر الثاني اللي غادي تلاحضو على أنه كل الميثود والنتائج اللي كي ياخدوها لديريجان ديال لانتربيز يعني الناس لامسؤولين على لانتربيز وكي سيروها ومن خلال هاد كل الميثود كتساعدهم أنهم يديروا واحد لابخيز ديسيزيون يعني ياخدو قرارات معينة من خلال النتائج اللي كي يحصلوا عليها من خلال كل الميثود إذن هادي مقدمة باش نفهمو علاش كاينين مختلف لميثود بالنسبة للكونتابيليتي آناليتيك دابا نركزو على لميثود دي بالنسبة لهاد لميثود فالبخانسيبالي ياشكاتبازي هو أنه من خلال هاد لميثود دي لميثود كنناخدو واحد الجزء فقط من اللي الشارج فكس وكندخله في الكو دي نعاود هاد الفكرة باش نضبطوها من هاد اللحظة ويكون سهل نفهمو الأمور اللي غادي نشوفو من بعد وأصلا هي ميثود بسيطة وسهلة غير تشجعو معايا باش نفهمو إن شاء الله قلنا لأنه هاد الميثود اللي كتسمى بلا ميثود دي لامبوتاسيون راسيونيل دي الشارج فكس كتبازي على واحد المبدأ اللي هو كتاخد فقط واحد الجزء من اللي الشارج فكس وما كتاخدش جميع للشارج فكس كيفما هما يعني كتاخد واحد الجزء فقط من اللي الشارج فكس وما كتاخدش يعني لاتوتاليتي ديال للشارج فكس ومن خلال الاسم ديالها كنشوفو على أنها كتسمى لميثود دي لامبوتاسيون راسيونيل للشارج فكس بمعنى كنناخد واحد نسبة من للشارج فكس السؤال اللي غادي تطرح دابا هو كيفاش كنحددو هاد النسبة أو لهاد لامبوتاسيون راسيونيل كنحددو هاد النسبة انطلاقا من جوج ديال الأمور اللي هما الاكتيفتي غيال والاكتيفتي نرمال يعني الاكتيفتي الحقيقية والاكتيفتي العادية ديال الانترابريز وغادي نشوفو الانفهوم والشرح ديالهم من بعد منزيدو ونضبطو ونتعرفو على الفرق ما بين الميطود ديكو كومبلي وما بين الميطود دي لامبوتاسيون غاسيونيل بالنسبة لاميطود ديكو كومبلي ما كتاخدش بعيد الاعتبار الفوليوم داكتيفتي بمعنى في هاد لاميطود ديكو كومبلي ما كان هتموش واش الاكتيفتي كتزاد ولا كتنقص يعني كاللاحدو في الكالكيل ما كان هتموش نعرفو واش عندنا سوز اكتيفتي ولا عندنا سوغ اكتيفتي إذن هادا إشكال اللي خاصوا واحد الحل معين الامر الثاني هو في لاميطود ديكو كومبلي ما كان ناخدش بعيد الاعتبار واش الانتخبري عندها واحد الاكتيفتي اللي هي سيزونيير ولا اكتيفتي ديالها كتبقى بمعنى واش الانتخبري كتخدم أعلى طول العام وما كتتوقفش الاكتيفتي ديالها ولا بحال مثلا لزانتخبري اللي كيخدموا في المجال ديال الفلاحة بالخصوص كيخدموا وعندهم واحد الاكتيفتي اللي هي سيزونيير حيث كيخدموا واحد الفترة معينة وكيتوقفوا في فترات معينة خلال السنة ادن فاش كنخدموا بواحد الميطود اللي ما كتاخدش بعيد الاعتبار واش الاكتيفتي سيزونيير ولا بيرماننت هدا كيولي اشكال تاني اللي طبعا ثالث هو انه في الميطود ديالكو كنديرو لانبوتاسيون الجميع للشارج شنو كنعنيو بلانبوتاسيون للشارج بمعنى كننخدو جميع للشارج وكندخلوهم في الكو ده غوين السؤال علش دخلنا جميع للشارج بما انه ماخدناش بعيد الاعتبار وماخدناش بعيد الاعتبار واش الاكتيفتي السيزونيير ولا بيرماننت اذا لهذا السبب كنكونو دخلنا جميع للشارج فيكس في الكو دروفين وفاش كندخلو جميع للشارج فيكس كيولي عندنا واحد البري كبير وما كيمثلش لنا تكلفة الحقيقية ديال البخودو ناخدو مثال بسيط وغادي نفهمو كتر نعتبرو انتخبخيز كتصنع الزرابي بالطريقة التقليدية في واحد لاتولية هات لاتولية كارينها مثلا نعطيو مثال ديال الفين درهم يعني كارين هات لاتولية فاش كنديرو البخودكسيون ديال هات الزرابي كارين هات لاتولية هادي بالفين درهم لكل شهر وفي الشهر اللول نعتبرو اننا درنا البخودكسيون ديال جوج ديال الزرابي ادان كل زربية غادي تحمل واحد للشارج فكس بالقيمة ديال الف درهم لانه قلنا احنا كارين ديك لاتولية بالفين درهم ادان كل زربية غادي تكون عليها واحد للشارج فكس ديال الف درهم ونعتبرو انه في الشهر الثاني درنا البخودكسيون ديال ثلاثة الزرابي وهنا غادي تولي كل زربية غادي تحمل واحد للشارج فكس اللي هي الفين درهم مقسومة على ثلاثة اللي كتساوي ستمية وسبعة وستين درهم ادان هنا غادي اللحظوا على انه كتغير تكلفة ديال كل زربية يعني من خلال تأثير ديال للشارج فكس بالنسبة جوجة الزرابي اللي درنا لهم البخودكسيون في شهر اللول غادي تكون لالشارج هي الف درهم لكل زربية اما بالنسبة للتكلفة او للشارج فكس اللي كتحملها كل زربية بالنسبة للشهر الثاني غادي تكون القيمة ديالها هي ستمية وسبعة وستين درهم ادان هنا غلقوا بانه كان واحد الاختلاف كبير ما بين الشهر اللول والشهر الثاني بالنسبة لكو يونيتيغ ادان كانواليو ما عارفينش شنا هو لوكو إونيتيغ الحقيقي لأنه ما خديناش بعي الاعتبار لفوليوم داكتيفيت يعني السبب أنه ما بقناش عارفين شنا هو لوكو إونيتيغ الحقيقي ديال كل زربية حيث ما ما خديناش بعي الاعتبار لفوليوم داكتيفيت واش كي تزال او لا لا والأمر الثاني أنه درنا لامبوتاسيون ديال اخرى ولي هي الميثود دو الامبتاشن راسيونال للشارج فكس اللي كتعلج لنا هاد الاشكالية اللي لقيناها في الميثود ديكو كومبلي اولا هاد الميثود كتخلي لكو انتر كي ياخد بعي الاعتبار النيفو داكتيفيتي تانيا ولي هو امر مهم بزاف هو بالنسبة لميثود دو الامبتاشن راسيونال للشارج فكس كتادابطة مع بمعنى انتر كي يخدموا في وقت محدد من السنة او كيتوقفوا في واحد الفترة محدد اخرى يعني ما كيخدموش على طول العم انما الاكتيفيتي ديالهم كتكون يعني سيزونية كيخدمو مثلا اربعة شهور او لا خمسة شهور في السنة او لا ثمان شهور يعني ما كيخدموش بواحد الطريقة اللي هي بيرماننت وعدنا الامر الثالث واللي عندو اهمية كبيرة بزاف واش هاد الانتر اابخة في واحد المرحلة ديال سوم زكتيفيته ولا سور اكتيفيته بمعنى واش هاد الانتر اابخة هي في واحد المرحلة او الا واحد الاشهر اللي عندها الانتاج بزاف كتر من المعدال العادي ولا العكس الانتاج ديالها قل من الانتاج العادي إذن لحد الآن غادي نكونوا تعرفنا على المفهوم ديال الميطود دولامبوتاسيون غاسيونيل دي الشارج فيكس وقلنا على أنه هاد الميطود هادي كتبازي على واحد المبدأ أنه كتأخذ واحد الجزء فقط واحد الجزء فقط ليهو غاسيونيل من للشارج فيكس هو اللي كتدخلو فلوكو دو غوين وبالنسبة يعني الطريقة لاش كتبازي باش أنه لقاو هاد الكويفيزيون دامبوتاسيون غاسيونيل كنبازيو أننا خاصنا نلقاو عشنا هي الاكتيفيته غيال أو للمعدال ديال الاكتيفيته غيال ونعرفو كذلك عشنا هي الاكتيفيته نورمال وعرفنا عشنا هو الفرق أو لاشنا هما الإشكال للقيناء بالنسبة للميطود ديكو كومبلي وقلنا على أنه بالنسبة لهاد الميطود ديكو كومبلي ماكتأخذش بعي الاعتبار لفوليوم دو الاكتيفيته يعني ماكتأخذش بعي الاعتبار واش الاكتيفيته كتزاد ولا كتنقص يعني هد الأمر هده ما نهتموه و ما ناخدوه معي الاعتبار فاش نخدمو Misc 타ine الأمر الثاني اللي ما كاتاهتموش به هد الم Mis tu deko嘛 ما نشوفوش هد ان This Although Wex وان ladها واحدة activity لي هي السيز hill ولا واحدة activity الي هي permanent والامر الثالث انه في الميطات ديكو كومبلي كنديرو الامبوتاسيون ديال الجميع للشارج فكس وكيفما لاحظنا انه فاش اعطينا المثال ديال يعني واحد الانترابيز اللي كتدير البروديكسيون ديال الزرابي انه الى كانت كارية واحد لاتوليي مثلا الفين درهم لكل شهر هنا فاش كتديرت البروديكسيون ديال الجج ديال الزرابي كتولي كل طبي او لكل زربية خاصها كتحمل واحد للشارج اللي هي الف درهم وبالنسبة يعني فاش زدنا البروديكسيون ودرنا البروديكسيون ديال ثلاثة ديال الزرابي هنا ولت كل زربية كتحمل فقط من للشارج فكس لقيمة ديال 667 درهم اذا هاد الامر هادا جد مهم لانه لكنا كان عتمدو على الميطود ديكو كمبليف وعدنا هادلي الشارج فكس بهات الطريقة هادي را كانو الليو معارفين شنا هي القيمة الحقيقية ديال البروديو اللي كانديرو ليه البروديكسيون وهنا ايا فاش ما كان عارفو شنا هو الليو كو دو بروديكسيون او اللي كو درويين غيكون عدنا اشكال تاني اللي هو ما غاديش نعارفو انحددو البروديو وبالخصوص انه فاش كتكون في واحد المجال ديال المنافسة كما كان عارفو انه كل انتخبخيز يعني وكاني المنافسين ديالها وحنا اعلاش اصلا كنديرو هادليتود هادي وكنديرو الكنتابيليتي اناليتيك بمختلف طرق ديالها باش نحددو لوكو يونيتير او الكودغو باش يسهل علينا نعرفو لا مارج اللي كان نربحو على كل بروديو ونحددو واحد اللي يكون يعني معقول يعني يكون في متناول الكليون وبالنسبة لنا خاصو يغطي للشارج وطبعا يكون عندنا فيه واحد الهامش ديال الربح وبالنسبة يعني هنافاش حددات هادلا ميتود هادي لي كتسمى لاميتود ديالامبوتاسيون غاسيونيل لي جات وعالجات الاشكال اللي كان في لاميتود ديكو كومبلي انها كتتخد بعالا اعتبار نيفو داكتيفتي واش هاد النيفو داكتيفتي كيتزاد ولا كينقص وبالخصوص يعني الامر اللي هو مهم بزاف يعني هادلا ميتود هادي دولامبوتاسيون غاسيونيل كان خدمو بها كان خدمو بها بالنسبة اللي زون تخبخيز اللي عندهم واحد الاكتيفتي سيزونيير وما كتكونش عندهم واحد الاكتيفتي اللي هي بيرمانونت والامر الاخر هو انه كتخد بعالا اعتبار واش عندنا سو اكتيفتي يعني واش حنا عندنا واحد الاكتيفتي اللي هي قليلة فوحة المرحلة معينة وعو الثاني كتخد بعالا اعتبار فاش كتكون عندنا سو اكتيفتي يعني فاش كيكون عندنا البروديكشيون كتير بزاف او لا يعني الانتاج ديال لانتخب خيز كبير في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفو انتعرفو على المفهوم ونحددو شنا هي الاكتيفتي نرمال ولي كنسميوها كذلك باكتيفتي تيوريك ونشوفو الاكتيفتي غيال لي كنسميوها باكتيفتي غياليزي وغادي نشوفو كيفاش كنحددو واحد الكويفيسيون دامبوتاسيون غاسيونيل لانه جد مهم ونعرفو امتا كتكون عندنا او لا كنقولو انه عندنا سو اكتيفتي وامتا كنقولو انه عندنا سو اكتيفتي واللي مهم كتر انه نتعرفو على القاعدة ونفهموها ديالي الشاغج فكس امبوتى دانك في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نعرفو على نتعرفو على هاد الامور كلهم ان ديطايب باش نفهمو هاد الامور هادو ونضبطوهم الله يوفقكم وشكرا لكم شكرا لكم